أخي رئيس جمعية الدجرية محمد أبو حمدان يؤصفني جدا أن لا أكون معكم شخصيا ولكن أنتم دائما في الوجدان ولذلك سوف أتكلم كما لو كنت معكم وأنا أشعر أني معكم اليوم تحتفلون مع الأخوة والأخوات بنقل نوعي في العلاقات وفي الحالة العربية الراهنة مما يستوجب على الجليات العربية أن يسترجعوا البوصلة التي تقريبا فقدناها بالاعتبار أن العرب ليسوا بالحالة التي هم فيها مؤهلين أن يكونوا أمة عربية واحدة كما نحن نرغب وكما أنتم ترغبون لذلك فشطت السائد في أمتنا العربية الحبيبة المفككة التي تشهد بعض الحروب الأهلية التي يجب أن تزول لذلك تتحملون في الجاليات العربية في الخارج وخاصة في كندا وأنتم المؤهلين على ذلك أن تنفتحوا على بعضكم البعض وأن تكونوا خميرة موجهة لما يجب أن تكون عليه الأمة والشعب العربي ليس مرآة لها في التفكك والتزارب والتختيل وأنا أعلم أنكم في الجمعية الدرزية هي جمعية كونها إطار لكل الجاليات العربية الموجودة في تورنطو وفي كندا لذلك أحييكم على ما تقومون به أنتم خميرة لما يجب أن يكون في الأمة التي نحن منها لذلك هذه المسؤولية تتطلب الوعي على وحدة المصير تتطلب السعي والعمل على التنسيق المنزم فيما بينكم كل الجاليات العربية من المغرب إلى المشرق ولذلك نحن نعرف عنكم أنكم خميرة لعروبة الكندية العروبة الكنديين والذين أنتم في طلعتهم نحن نعيش اليوم حالة لم نختبر مثلها منذ زمن طويل ونرجو أن لا نختبرها أيضاً وأن نستمر في الاختبار التي نحن فيها لذلك أعتقد أنني أنا صدى لوحدتكم أنا أريد أن أكون معكم بكل جوارحي إلا أنني كنت كما يعلم البعض أنني لا أستطيع أن أذهب وأسافر في مرحلة راهنة ولذلك عندما أستطيع ويسمح لي أطلطبة أن أسافر سوف تكون أول محطة لي للسفر لديكم وعندكم كوني وإذا سمحتم لي بعاطفة أنا جديد مشتاق لكم إلى حد كبير لذلك إذن ماذا يجب أن نفعل؟ أن نفعل أن نؤكد على عروبة المصير وأن المواطنة وليس الانتماء الطوائفي هو المقياس لاستقابة الأوضاع العربية ومن هنا أرجو أن تكون النموذج وخميرة لما يجب أن يكون عليه بلادنا أن تكون عليه بلادنا وأمتنا واسترجاع البوصلة يبدأ باسترجاع الالتزام بالقضية الفلسطينية وكما كانت في الماضي من المشرق إلى المغرب كانت فلسطين هي البوصلة التي توحدنا هي المسؤولية التي يجب أن نتحملها ولكن ما دمنا نتفرق وما دامت المعاهدة مع إسرائيل من خبل الدولة الكبرى العزيزة على قلوبنا كل جميعنا ومصر علينا أن نعمل في هذا الظرف على أن نجعل من مصر تتخلى لتوفر هي لنا البوصلة التي تستحقها وفي هذا المجال نجب أن نترحم اليوم على شخصيتين بارزتين توفيا من واحد وآخر الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي الذي توفاه الله وكان من أنجح الأمناء العامين للأمم المتحدة وكان مشرفا على جميع الاستفالات والاجتماعات التي حصلت في ذلك عن البيئة والشخصيات الإنسانية البوبيليشن والفقر وحقوق الإنسان كل هذه المؤتمرات التي حصلت بإشرافه وبممداداته أثرت الأمم المتحدة ومسؤولياتها أما الشخصية الثانية فهي الأستاذ الكبير حامل لواء العروبة الحضرية محمد حسنين هيكل هذا الإنسان المهم الذي كان رفيق جمال عبد الناصر والذي أعطى الصحافة العربية مكانة دولية والذي جعل من ما كان يكتبه في الأهرام كل يوم جمعة رسالة ترفع مستوى الإداء الأدبي في الصحافة وترفع مستوى المعنويات والأمل ولذلك في خسارة هذين الرجلين الكبيرين بطرس بطرس غالي ومحمد حسنين هيكل ننعيهم وأرجو أن تقفوا ولو لمدة ثانيتين احتراما لرحيلهم وفي سوريا نجد أن الأمم المتحدة تقوم بواجباتها على أكمل وجه إلا في الناحية التي تحاول أن توفق وتلحم وهذا بكل أسف مؤسف ولكن المساعدات الإنسانية التي بدأت تأخذ مجراها في سوريا هي جزء مطمئ لنا ولكن يبقى أن هناك أيضا فقر كبير وحروب داخلية تمزق حالتنا وتحمل ضميرنا ما لا نستطيع أن نحمله الحرب في بلد الفقير اليمن الحرب الحروب الدامية التي تشهدها سوريا الانتفاضات المتعثرة في المرحلة الراهنة في فلسطين كل ذلك يحملنا في الخارج مسؤولية أن نكون نموذج لما يجب أن نكون عليه الأمة العربية وأعتقد أن شعوها مستعدين لتقبل مثل هذا التوجه أنتم في كندا في حالة متقدمة الآن نظرا للرئاسة الحكومة السيد تردو الذي برهن عن انفتاح خاصة للاجئين الذي رحب بهم شخصيا وعطاهم الجنسية الكندية فورا وكان هذا دليل وجواب على أمثال المرشحين الجمهوريين وخاصة ترامب وكروز الذين يرفضون ولا يرفضون أولا أن يستوعبوا لاجئين نتيجة البخل الذي يتميز والجنون الذي يتميز وسائلهم وطريقة اتصالهم ومثل ترامب وكروز مثل ما أشرت في حين أن رئيس وزارتكم أدى واجبه بشكل ملهم هو والمستشارة الألمانية التي رحبت بأوائل الحالة بكل المهاجرين الذين نرجو أن يستطيع العدد الأكبر منهم أن يعودوا إلى بلادهم عندما تستقيم المعادلات الصحية والإنسانية والفكرية والسياسية في بلادنا إن كان في المشرق أو في المغرب وخاصة في مصر الحبيبة على قلبنا لذلك جمعية الدرزية في لم هي درزية لأن مؤسسيها كانوا دروز إلا أنها كانت الإطار الذي يجمع الجاليات الأخرى المسيحية والإسلامية الشيعية والسنية إلى آخره يجمعهم كمواطنين عرب وداخل هذه العروبة تعملون الحوارات المستمرة تعملون الاحتفالات التي تجمعكم كأنكم أخوة وأخوات مع بعضكم البعض الهويات الدرزية والمسيحية والإسلامية هي هويات ليست تعددية بل هي هويات متنوعة في وحدة الأمة ولذلك يجب علينا أن نستفيد من علاقاتنا العضوية بعضنا مع بعض حتى نتمكن في الأشهر والسنوات الماضية أن نصحح النتوءات التي حصلت في وطننا العربي وأن نسترجع وحدتنا بالشكل الذي يثبت المواطنة لكل العرب مهما كادت عن علاصرهم وتوائفهم لأننا نريد أن نتجاوز وأن نسترجع عوامل التي جعلت الحضارة العربية والإسلامية حضارة قيمة في التاريخ ولذلك يجب أن نعمل على استرجاع هذه المبادرات الفنية والثقافية والعلمية وأن نجعل من مدارسنا مدارس الوحدة الوطنية لكل الطلاب لأنه في الأجيال القادمة يجب أن يحققوا الأمال التي لم نستطيع نحن بكل أسف أن نحققها في عصر الحاضر لذلك أحييكم من القلب لأنني أولا لأنني مشتاق إليكم ثانيا لأنني أعتبر أن نموذج وثراث الجمعية الدرزية في تورنطو يجب أن تكون ثمرة حوار بين بعضكم دائما لنموذج وأن لا تكون في حالة التقوق بل شاركوا في صناعة القرارات الكندية كمواطنين كنديين ومن أجل أن تصبح كندا أيضا حليفة للنهضة العربية القائمة ومن خلال مساعداتها وجامعاتها وإلى آخر ونموذجها ولذلك أنتم اليوم مسؤولين بشكل واضح على أن تتجاوزوا أي خلافات وأن يكون ليس اجتماعكم هو تعدد الطوائف والأديان والطيارات بل التنوع هو الذي نحتفل به ولذلك أنا أحييكم وأتمنى لكم النجاح في رسالتكم المطلوبة والمرغوبة وأن لا تكون في هذه الحالة المرآة للانقسام والتشرم الحاصل في الوطن العربي والسلام عليكم اشتركوا في القناة